اشتركوا في القناة على نوعين منهم خطأ ومفكرين حيلهم أبرار ومنهم أبرار ومفكرين حيلهم خطأ أما وقعنا فهو غير نحن كلنا خطأ وعم نسعى لنصير أبرار عم نسعى للأداسة كلنا مدعوين للأداسة إنما هيد الأداسة إلى طريقة وإلى طريقتها بالنعمة الإلهية المقرونة بالأعمال الصالحة منقدر نحققها النعمة الإلهية المبررة يلي منخدها بالأسرار الإلهية وبشكل خاص بسر الإفخارستية سر الإربين المقدس بالإداس وبسر التوبة هيد النعمة المبررة بتغيرنا من جوا بتحرقنا بلهيبة بتخلينا نشبه الله ولكن نحن كمان بدنا نعبر عن حبنا وعن إيماننا للرب بأعمالنا بدنا نتعمشأ على شجرة الفضايل بدنا نطلع على سلم الفضايل والفضيلة يلي حكي عنها أريستو قبل بكتير من الميلاد وقال عنها أنه هي وسط بيننا إيدين مثل مثلا بين البخل والتبزير بيجي الكرم الكرم هي فضيلة فضيلة إنسانية هيكي قالوا عنها بالفلسفة المسيحية أخذت فكر أريستو بهالمجال هيدا وعمدته ومسحنته وقالت إنه الفضيلة هي استعداد العقل والإرادة حتى نعمل الخير المطلوب بكل واحد مننا فيه ثلاث أنواع من السلطات خلينا نقول فيه سلطة العقل يلي هي السلطة التشريعية ولكن مش قائمة بزيتها مسيحيا خاضعة للإنجيل دستور الحياة خاضعة لتعريم الكنيسة لوصايا الله طبعا وصايا الكنيسة من هون أي امليئة عقلية بيملي العقل على السلطة الإجرائية اللي فينا اللي هي الإرادة هي جاية ومستوحية من الإنجيل المؤدس والإرادة بتنفذ تجي الفضيلة هون بتخلي الإرادة تستعد أكتر لحتى تتلقى أوامر السلطة التشريعية اللي فينا الخاض على الإنجيل وتنفذها والسلطة القضائية اللي فينا هي الدمير الدمير يلي بيقول شو السح و شو الغلط يلي بيحكم بين الحق والباطل هيدا الدمير هو سوت الله فينا تقسم الكنيسة الفضائل قسمين الفضائل الإنسانية يلي هني استعداد عادي لعمل الخير وهون فيه كمان الفضائل الإنسانية المحورية أو الأساسية اللي هني أربعة الفطنة والعدل والقوة والاعتدال والفضائل الإلهية التلاتة الرجا والإيمان والمحبة وأعظمهن المحبة إذا بدك توصل على السماء بدك تخلي النعمة الإلهية تتفاعل بحياتك وتتفاعل أنت معها وتقرنها بعمل الفضيلة لحتى تكون إنسان فاضل وفضيل وقديس ترجمة نانسي قنقر